يتطلع الشارع البصري لتغيير ولو بسيط بواقعه الخدمي بعد الانتخابات النيابية الحالية استنادا إلى التغييرات التي حصلت وأسقطت وجوه دائمية وجاءت بعناصر مستقلة لقبة البرلمان خلال جولتنا في أسواق البصر الشعبية توقفنا لمعرفة رأي المواطنين بعد القراءة الأولية لنتائج الانتخابات أبو علي غلب التشاؤم على حدثه وكأنه يوجس ليقول من عجزوا عن التغيير لعقدين كيف سيغيرون الوضع الآن كتفائل موجود لأن بعض الوجوه تغيرت وبعض الوجوه حتى القديمة التي رجعت لها نية أو قصد للتغيير يعني بالنسبة للشارع البصري يتأمل تأمل أكتو تغيير إن شاء الله بالوجوه الجديدة والنتائج الجديدة توجه شعبي يرفض نظام الانتخابات برمته فهناك من يفضل الانتخابات الرئاسية على النظام البرلماني الحالي كحل جذري يكبح ما تبقى من تركات الأحزاب المهيمنة طيلة الدورات الانتخابية السابقة نقطة تحول ينتظرها البصريون من حكومتهم المحلية باستكمال المشاريع الخدمية خصوصا تلك التي تنفذ في المناطق الشعبية لتستعيد ثقة أبناء المحافظة بها وبالسلطات التنفيذية والتشريعية من البصر أركان تقي قناة التغيير ترجمة نانسي قنقر